المشاهدين الأكارم وصلنا معكم إلى الفقرة الطبية سنتحدث في هذا اليوم عن هل يساعد العلاج الطبيعي مرضى الكورونا على التعافي ويلجأ مصابو كورونا إلى العزل المنزلي في الحالات البسيطة وإلى المكوث في المستشفى في الحالة التي تحتاج إلى رعاية خاصة لأسبوعين أو أكثر فما هو دور العلاج الطبيعي في مساعدة مرضى كورونا أثناء تلقيهم العلاج وأيضا بعد العلاج للحديث أكثر عن هذا الموضوع وتوصيل الفكرة الأبسط عنه أيضا يساعدنا أن نرحب معنا في الستوديو بإخصائية العلاج الطبيعي إناسة طريفية أهلا وسأل فيك ستينة أهلا فيك يعني شوية الموضوع عندنا محتاج لأننا نفهم منك أول حاجة هذه علاقة العلاج الطبيعي بفيروس كورونا ولكن قبلها نوضح أو نفهم من هم الأشخاص عموما الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا نعم بالبداية كلنا بعرضة للإصابة بهذا الفيروس لقدر الله ولكن الأكثر تعرضا بالأعراض للمرض هما كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة كامل أمراض القلب أو الرئتين والذين لديهم نقص في المناعة نعم يعني كذا لنربط الموضوع أنه نقص المناعة هم الناس اللي يعانون منها هم الأكثر أعرضا بالأثار للمرض طيب ما هي الأعرض التي ترافق مصابة كورونا عادة؟ نعم أعراض المرض معروفة صارت لدى الجميع هي الصداع ارتفاع درجات الحرارة درجة حرارة الجسم الكحة الناشفة تعب عام بالجسم عندنا ألم بالمفاصل والعضلات فقدان حاستي التذوق والشم مش لازم المرض يعاني من كل هالأعراض ممكن يعاني من عراض واحد أو أكثر حسب طبيعة الجسم وحسب مناعته نعم ما زال الفيروس جديد وتحت دراسة وللآن الأسف ما تم شارك تشاف لكن غالبا بيكون أحد هذه الأعراض نحن الآن مشاهدين نعرض عليكم كل هذه الأعراض عشان في الآخر نوصل لكم لفكرة ما دخل العلاج الطبيعي بعلاج كورونا وإن شاء الله ستستفيدوا من هذه الفكرة طيب ست إيناس بعد التشافي من الفيروس هل هناك عراض تصاحب المريض بعد التشافي يعني بعد شفاءة نعم أصبحنا حاليا منشوف المرضى بعد شفاء من كورونا هلا شفاء من كورونا مش اني أنا خلاص عملت الفحص وطلعت نتجتي سلبية انهون انتهت المشكلة نعم الفيروس انتهى من جسم الإنسان ولكن ما زالت آثاره موجودة على جسم الإنسان أكثر عرضين موجودين بعد الشفاء من كورونا أثبتتهم الدراسات اللي هم التعب العام وألم الصدر واصبحنا بنسمع هاي الشكوة من المرضى انه أنا فحصت وطلعت نتجتي سلبية وما زال عندي ألم صدر اللي مخلص أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة وما زال عندي تعب عام في مرضى كانوا يشكوا اني أنا مثلا ساكن على الطابق الرابع بطلع و بنزل كل يوم بشكل طبيعي بعد المرض صرت لما أطلع الطابق الأول أتعب جدا فالموضوع أثر على حياة المرضى بشكل كبير كيف يكون هذا التأثير؟ التأثير بيكون على نمط حياتهم اللي هم متعودين عليه لما مثلا في عندي عامل أو عندي شخص بيديو يشتغل شغل ميداني بديو حركة بديو نشاط بدني فالتعب العام بيأثر عليه بحد من حركته ألم الصدر هو أمر مزعج جدا بيعيق المريض من مارس حياته اليومية بيصح المرض من النوم ممكن يخل المرض يجلس بوضعيات خاطئة ومشان يريح حالا من الألم فيسبب مشاكل تانية فهذا يحكي جدا بيأثر طيب عشان نفهم منك الآن نصنع النقطة الأهم أنه العلاج الطبيعي اللي حضرتك مختصة فيه ودراساتك أيضا في الماجستير ما شاء الله مختصة في نفس المجال وحتى يمكن في مجال شوي مختلف عن الرئة مثل ما حكنا قبل الهواء والتنفس حتى فنعرف منك في البداية كيف يسهم العلاج الطبيعي إذن في حل هذه المشاكل وكيف يكون حتى هذا العلاج نعم هو موضوع جديد والناس ستستغل بشو علاقة العلاج الطبيعي بالكورونا مشان هيك الماجستير اللي عم بحضره عن العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي تحديدا وكونوا هاي الجائحة حاليا موجودة فهي أهم إشي بخص الجهاز التنفسي هلا آلم الصدر اللي بنتوج عند المرضى بعد الشفاء من كورونا هو ناتج من شغلتين ناتج من الفيروس نفسه وناتج من تشنج عضلات الصدر أغلب المرضى بصاحبهم كحة ناشفة فمن كثر الكحة بصير عند تشنج في عضلات الصدر والتشنج هجأ بيستمر عضلات الصدر زي أي عضلات في الجسم بصيبها تشنج فبتضل الألم حتى بعد الشفاء كذلك التعب العام الفيروس بيسبب تعب عام ومجرد عدم قدرة المرضى على الحركة معزول بالبيت فما عنده هداك الأكتيفيت و هداك النشاط فبصير عنده تعب عام وبخسر من الكتلة العضلية طول ما هو ما عم يتحرك بالشكل الطبيعي فالعلاج الطبيعي فيه إلنا دور في المستشفيات أثناء تلقي العلاج ولكنه دور بسيط بالنسبة لدورنا ما بعد الشفاء من كورونا هلا ألم الصدر بنشتغل عليه بالعلاج الطبيعي عشان نرخي هاي العضلات فيه تمرين معينة تمرين استطالة العضلات الصدر مشان أوسع هاي العضلات وأوسع مداها فأخفف من حدة الشد العضلي وبالتالي بخف ألم المريض فيه بيشنت إدوكيشن بدي أعلم المريض كيف الوضعيات الصحيحة اللي لازم يقعد فيها مشان يخفف من هذا الشد وما يعكس عليه بأثر سلبي أنه يأخذ بضعيات سيئة للجلوس كذلك التعب العام التعب العام نتيجته أو هو يسبب نقص فيه القدرة العضلية للمريض فبالتالي يتعب عند بذل أي مجهود صغير فبالعلاج الطبيعي فيه تمرين معينة لازم نعملها للمريض ببرتوكول معين لنرجع القوة العضلية تبعته ورجع القدرة الوظيفية للرئة فالمرض بتحسن بصير عنده قدرة أعلى لبذل المجهود ببطل أنا أتعب لما أطلع كم درجة لا برجع لحياتي اللي كانت قبل الفيروس وأحسن كمان إن شاء الله تماما إذا نحن نستفيد منك معني معلش حتى لو مش هذه الصورة الواضحة القوية اللي ممكن حد يتلقاها لو ما يجي عندكم في المركز ولكن حنستفيد منك على الأقل الأعلام في الستوديو حتى الناس اللي ما أصابتش بكورونا مثلا الناس كان بيدخن كان بأرقل كثير صح؟ توقع هذا الموضوع كل حفيدهم سيحاولون أنه يحسن من صحة الرئاء والجهزة التنفس نعرف منك وضعيات تمارين بسيطة ممكن نعملها في المنزل حتى نعم هلا المرضى اللي بكونوا سواء معزولين بالبيت أثناء إلى أثناء المرض نفسه في لهم تمارين خاصة وفيه المرضى اللي بعد الشفاء نحكي في البداية باللي معزولين جو البيت مدام نسبة الأكسجين عنا ممتازة أنا بفرض أنهم معزولين بالبيت إذن ما عنا نقص أكسجين مش بحاجة لدخول المستشفى بقدر أعمل تمارين رياضية تمارين الآيروبيك الطبيعية ممكن يكون المشي وممكن يكون تمارين مدى الحركة العادية الركض في البيت أو الهرولة بشكل خفيف بتساعد حتى الركض في مكانك نعم الركض في المكان إشي بيشبه تمارين الصباح تمارين التنفس هي أهم إشي للمرض بقدر أوصله إياه بصورة بسيطة أخذ نفس عميق من الأنف ونطلع من التوم بشكل هادي تفض أكبر قدر ممكن من الأكسجين وتطلع كل السمو نعم لما أشعر أن الرئتين تعبت بطلعها بشكل هادي من التوم على الأقل خمس مرات وراء بعض أكرر هذا الحكي بالذات في الصباح وفاتحة شباك طبعا واخذ أكسجين نظيف والصباح هذا بيكون الجميل في الموضوع أنه نستم فيش سيارات اشتغلت مفيش مصانع اشتغلت في وقت أخذ فيه الجو أنه يتعدل نعم وأصلا الدراسات بتحكي أنه قبل شروق الشمس يعني الأكسجين أو طبيعة الهواء اللي بتكون قبل شروق الشمس هي أفضل إشي لتنفسه لصحة الرئة عشان كده كانوا يتكلمون أن الأجداد الأولين لما كانوا يصحوا من بعد صلاة الفجر روحوا على صلاة الفجر ورجعوا بعدين على المزرعة مثلا قبل ما تشروق الشمس كانوا صحاتهم أفضل نعم هي صحة رئوية نعم طب في تمارين معينة برضو ممكن تساعد بعد التشافي من كورونا نعم بعد شفاء من كورونا المشكلتين اللي حكينا عنهم اللي هم ألم الصدر أو التعب العام اللي هم تمارينهم بفضل وقت هذا المريض يراجع مركز العلاج الطبيعي ولكن بشكل عام التمارين بتكون تمارين تقوية للعضلات اللي خسرناها المريض نزل من كتلته العضلية نزلت القدرة الوظيفية عنده في الرئتين فبدنا تمارين تقوية العضلات الصدر تمارين تقوية للجسم بشكل كامل إشي بيشبه الجمات ولكن بطريقة علمية مشال أنا أرجع الكتلة العضلية وأرجع القدرة الوظيفية للمريض نعم فيه ناس ما بتمرونوش أصلا ما بترياضوش كانوا من قبل للأسف أكواري عضل فيها يا موشي نعم كلنا هيك وحاليا أنا بشتغل على دراسة الفرق في الأعراض هاي بين الرياضيين وغيرهم فيه فرق واضح طبعا وأصلا الرياضة والقوة العضلية بتعطي مناع على الجسم فإنت لما تكون عندك قوة عضلية وتكون رياضي أنت أقل عرضة للمرض لإصابة المرض ولو انصبت لا سمح الله فأقل تأثرا بالأعراض وبعد ما الطيب أقل تأثرا بالأعراض ما بعد الشفاء نعم فأكيد القوة العضلية والرياضة شيء كثير مهم طيب ستين ناس حضرتك تكلمتين أنه اللي بتعرض للحجر الصحي لمدة أسبوعين مثلا بتعرض لكورونا بفقد كتلة عضلية نعم بتفاوت طبعا من شخص إلى آخر طبعا كيف ممكن أنه يرجعها لفقد هذه الكتلة العضلية حتى رياضي أو غير رياضي نعم وكم يحتاج وقت وكم حتى جرام ممكن مثلا جينات بتتدخل تفاصيل نعم الأول شيء بيحكم كيف كان وضع المريض أو قدرات العضلية قبل الإصابة بالمرض الرياضي غير عن الرياضي الشغلة الثانية بتحكم كيف كان الطبيعة بالعزل هل هو كان حرك يعني عم يعمل تمارين ويتحرك وبيقوم بالأنشطة البيتية خلينا نحكي أو كان هو إلا أخلص في الفرش وفي التخت وما عم يبذل أي مجهود هذا الحكي بيحكم على تأثره أو كمية نقص الكتلة العضلية اللي ستصار عنده هلأ أول شيء مشان أمنع هاي النقطة لازم أعمل تمارين بالبيت طول ما أنا عندي نسبة الأكسجيني كويسة قادرة أني أنا أتحرك بالبيت أتحرك وأعمل تمارين لا تخافوا بهذا إيش صحي بعد الشفاء وبعد ما أنا خلصت نتيجتي سلبية وطلعت لبرة فيه تمارين تقوية خاصة لازم تنعمل بترجع المريض لقوة العضلية طبيعية وأفضل كمان نعم في حتى يمكن في اليوتيوب في قنامات كثرة جداً إذا واحد بحثتين منيس سوركاوت عشر دقائق كما خلان رياضة بيعلمكم تمارين أكيد موجودة في النت طيب بالنسبة لكتلة العضلية بتحتاج وقت طويل إن إحنا نرجعها؟ هذا برجع برضو لطبيعة الجسم ولكن بالعادة والعمر طبعاً الشباب أسرع أن ترجع كتلتهم العضلية من الأكبر سنن ولكن برجع هذا الحكي لحسب كتلة العضلية عنده طبيعي الجسمه والتزامه بعد هيك بأداء التمارين فبالعادة ما بيأخذ وقت طويل إحنا بنحكي عن فترة من شهر إلى شهرين ثلاث حسب طبيعة المريض يمكن عند الحديث عن العضلة هي محتاجة حلقة طويلة خاصة فيها نعم الوضوع كبير وشائك نقول أنه في ذاكرة عضلية عموماً أنه حتى لو كانت عنده كمية العضلة بعد التمرين أو بعد التوقف بسبب كورونا مثلاً أو غيره لمرض آخر أو حتى القاعدة في البيت مام الشغل مثلاً بعدها العضلة بعد وقت معين بترجعنا مش عارف كم تحب يعرف بأنه كم بضط الوقت ولكن عموماً بترجع لوقتها مثل ما كانت قبل ما ترجعته نعم شكل عام المرضى عندنا لو كان مثلاً مشكرون أي شيء تاني خسر قتلة عضلية معينة الشباب جداً سريع أنها ترجع قتلتهم من العضلية يعني ما شاء الله من أسبوعين لشهر المريض بتكون قتلة العضلية رجعت كاملة فبتوقع بعد كورونا راح تكون الأمور شبيهة بذلك تمام طيب الناس اللي هم كبار في السنة اللي تكلمت عنهم إحنا حابين أنهم يقووا أيضاً كتلتهم مع العضلية عشان الأربطة المفاصل غيرها كلها فمش معقول أنهم عملوا تمارين زي الشباب مثلاً حيروح يعمل وازن ويعمل بوشاب فإيش تمارين اللي بتنصحي فيها الكبار السن عشان يحافظوا على كتلتهم مع العضلية أو يزيدوا حتى من حجمها ممتاز الكبار السن هم الفئة المستهدفة لهذا المرض للأسف هم أهم فئة بالنسبة لنا فبداية من لما يكونوا في المستشفى لقدر الله إذا حتاجوا مستشفى بيكون هناك ما عندهم قدر على الحركة أصلاً وأنا في مستشفى وأرد نسبة الإكسجين عندي نازلة ففيه تمارين معينة بيقوم فيها أخصاء العلاج الطبيعي نسميها باسف إكسرسايز إني أنا اللي باعمل التمارين للمريد هو مرتاح أنا عم بحرك مفاصله أنا عم بحرك عضلاته مشان أحافظ على المفاصل من التيبوس حافظ على العضلات طول ما هو جو المستشفى ومش قادر على الحركة بعد هيك تم شفاء وطلع على البيت المريض برضو هناك فيه تمارين منعملها بمساعدة المعالج أو بمساعدة الأهل أنا أكيد ما رح أخليه يرقد أو يمشي أو يبذي المجهود بده يعمل تمارين بسيطة خفيفة تناسب عمره وتناسب وضعه الصحي وهون فيه نقطة مهمة أذكرها مش كل إشي منعرفه صحيح أو منتوقعه صحيح يعني وجهتني حالة لمريضة خمسينية صابتها الكورونا وتعافت منها الحمد لله وطلعت على البيت كان عندها ينزل نسبة الأكسجين فعن براقبوها أولادها بالأكسوميتر أنه عندما تنزل نسبة الأكسجين نأخذ أكسجين بالطريقة التالية فكانوا أولادها بيحفزوها على الحركة أنه يلا وارجعي وقومي وامشي ويخلوها تتحفز بالإجبار المرضة بنزل عندها الأكسجين هم بفكروا عم بيعملوا مصلحتها ولكن الأكسجين نازل عم تقوم تبذل مجهود أنا بعرض حياتها للخطر لأنه مش عارف يوفر أكسجين للأعضاء الداخلية للجسم ومنتعدك بذل مجهود أكثر فيه طريقة معينة لتحريك المرض بهاي الحالة هذا برجع لازم يكون في وعي عند المواطن أو عند أهل المريض أنه ما منحركه بأي طريقة ويلا والسلام لا بدي أعتمد على نسبة الأكسجين الموجودة عنده بدي أرجع لوظيفته الحركية ولكن بطريقة معينة بدي أعمل بلنس ما بصير أنا أأذي نسبة الأكسجين أو أأذي رئتين ومشان أحركه فيه أولويات نعم نصيحة أخيرا نعم نصيحتي للمرضى اللي تعافوا من كورونا وشعروا بهذه الأعراض لا تستهينوا فيها راجعوا أخصاء العلاج الطبيعي ونصيحتي للمرضى الله يشافيهم اللي حالياً مصابين بالبيوت اعملوا إكسرسايز لا تخافوا الأيوربيك إكسرسايز جداً مفيد طول من نسبة الأكسجين عنها كويسة اعملوا تمارين بالبيت وبعد الشفاء في حال يعانوا من أي الأعراض اللي حكينا عنها راجعوا أخصاء العلاج الطبيعي استشيروا اسألوا بالذات بوئة خصوص كبار السن والله يعافي الجميع يا رب ويحمينا من هالفيروس يا رب قطيك شكراً جزيلاً لك الله يعافيك صائية العلاج الطبيعي شكراً لك شكراً جزيلاً مشاهدين الكرام المهم دائماً نتحدث لازم يكون في معاكم على الأقل 5-10 دقائق في اليوم رياضة كبار في السن أو حتى شباب ما فيش حاجة تمنعنا في تطبيقات الآن موجودة فلن تديروا وتحملهم مش محتاجة بعدين نتبع تحميلها مثل التطبيق اسمه 7-workouts 7 دقائق تقريباً مدة ستمرين الموجود فيه حفيدكم إن شاء الله كثيراً أتمنى لكم كل خير والسلام أرى بكل استفاتي اشتركوا في القناة